أجريت مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 والمزمع إقامتها بثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية الميكسيك وكندا التلاثاء الخامس عشر من أكتوب عشرين أربعة وعشرين على الساعة التاسعة وواحد وثلاثين دقيقة انطلقت مباراة كولومبيا ضد منتخب تشيل الجريح النهاية آلت لكولومبيا بأربعة أهداف لا أرد لها سوى الصفر يوم الأربعاء السادس عشر من أكتوبر على الساعة التانية عشر ليلا باراقواي تهزم فينزويلا النتيجة هدفين لهدف وحيد على الساعة التانية عشر ونصف انطلق لقاء الأوروغواي بالإكواذور وانتهى بالتعادل السلبي إلى أهداف وعلى الساعة الواحدة وثلاثة دقائق انطلق لقاء منتخب الأرجنطين ضد نظره المنتخب البوليفي والنتيجة سحق الأرجنطين لبوليفيا بستة أهداف التي لا رد لها وعلى الساعة الواحدة وستة واربعين دقيقة بدأت مباراة منتخب الصنبال برازيل التي جمعتهم بمنتخب البيرو النتيجة انتهت بأربعة هدف للصفر لصالح البرازيل إلى هنا انتهت اللقاء الرياضي موعدنا سيتجدد في القريب العاجل بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة